النادي الزمالك مستأ من تلات أندية تلات أندية أنا بقول لكم معلومات من جوة النادي يعني تلات أندية مصرية أصحابها بيميلوا للنادي الأهلي وبيرفضوا تماماً إن أي صفقة تيجي للزمالك وبيسهلوا كل حاجة للنادي الأهلي ده كلام مجلس الإدارة فعندهم استياء وعندهم عدم رغبة في التعامل معاهم خالص لأن للأسف كل ما بيطلبوا لاعب بيصعابوا الموضوع بيكبروا الفلوس بصورة كبيرة جداً مبالغ فيها بصورة كبيرة جداً أما اللعبة ما بيطلبوا للنادي الأهلي بيسهلوا كل حاجة كمان عايز أقول لكم أن يعني النادي كان مستأ من فكرة برضو يعني أحد أندية بعد ما باع لعب مهم للزمالك يعني حس بلوم من النادي الأهلي يعني النادي الأهلي لاموا ليه بعت اللعب ده للنادي الزمالك والعيب مهم وكده لأن علاقة النادي ده بالنادي الأهلي كانت علاقة قوية جداً أنا بقول لكم تفاصيل عايز أقول لكم أن جنش كان هو اللي جاي الزمالك خلاص من فيوتشر وتم الاتفاق على كل حاجة بس جنش مرضاش ينزل من عقده بياخد 12 مليون جنيه من فيوتشر فالزمالك كان عارض على جنش نص هذا المبلغ الغريبة بقى أن محمد عوادي اللي كان بياخد حوالي 16 مليون وافق على أقل من نصف هذا المبلغ لتجديد التعاقل سبحان الله ربنا قرمه من وسع في المباراة اللي فاتت بعد ما مضى للزمالك بسواني وكان قاعد على دكة البودلاء ووافق أن تخفيض عقده للنصف يعني حافظ على انتصارات جديدة وبطولات جديدة مع الزمالك وكان واحد من نجوم الفريق